الرد على المشككين في اهتمام مجلس الإدارة بملف كرة القدم ودعمه للفريق والفترة اللي فاتت كل ما أثير من اجتهادات أو شائعات أو للأسف بعضها كان أكاذيب يعني كان واضح أنها متعمدة أنه الناس سبقت الأحداث قبل فترة الانتقالات الشتوية وقالت المجلس مش عايز ينفق مجلس الإدارة مش عايز يمول السفقات أو ما بيتعقدش مع لعيبة سوبر وإحنا محتاجين الفريق محتاج لعيبة كتير والفريق محتاج لعيبة من العيار الثقيل ومحتاجين صفقات جديدة وكان الناس بتتكلم كأن فترة الانتقالات الشتوية انتهت رغم أنها كانت لم تبدأ بعد ده الرد عليه جاء بالعمل وليس بالكلام أو التصريحات وأنجز النادي الأهلي الكثير من الصفقات اللي فيه إجماع في الأراء في الوسط والشارع الرياضي والكروي المصري إنها صفقات مؤثرة بالإجاب وتمثل فرق كبير مع أي فريق خاصة عندما يكون فريق بقدرات النادي الأهلي بيتميز بمجموعة متميزة جدا من اللاعبين حتى قبل التعقدات الجديدة اللي طبعا هتكون إن شاء الله إضافة كبيرة لصفوف الفريق